طيب شاب نكمل بإذن الله خلاص انت كده في عين تبقى الدنيا ماشي عبتين بالضغط في الاخر اصلا الشاب فر بس بيقدمك او كله اللغة نفسها والحاجات اللي موجودة في كل اللغات التانية فلو اجابة بالنسبة لك اول لغة برمجة احتاج انك تذكر كويس جدا الشابتر بقى لو اجابة بالنسبة لك مش اول لغة برمجة احتاج ان تذكرش كويس جدا جدا الشابتر ده برضو طيب دلوقتي مثلا هنتكلم عن concept اكيد كلنا عارفينه اللي هو تكرار العمليات ايه حاجة بتدهان البرمجة بحيث ان انا لو عندي بود عايز اقرره اطفل من مرة بسطة جدا لو انا عايز مثلا اول سيستم.او.println مثلا كده وابا هنا كده مثلا java طيب انا لو عايز اتباعها مرتين عم يقررنها مرتين لو عايز اتباعها ثلاثة سهل ده مش منطقي لو عايز اتباعها من الف مرة مثلا هل هكتبها هنا كده مش منطقي على حاجة طبعا خلصة فكل الفكرة ان انا بيبقى عندي حاجة او فاسيليتي معينة بتدهاني البروغرامنج لانجوج الناشئة الغالبيه وهي العمليات تكرار الكود تاجد طبعا احنا كلنا عارفينهم من المية الفورلوب والوائلوب والدوائلوب كل واحدة فيهم بيها طريقتكم انا نخد مثلا اكزامبل عايز الفورلوب مثلا integer i بيكبال مثلا 0 والi اقل من مثلا 50 مرة والi بعد كده نطبع الجاوبة دي بالخمسين مرة حاجات بسيطة جدا ما فيش في اي حاجة خالصة بس هي دي دي فكرة الانتكرار او دي فكرة ان انا بكرر اللي يكون بتاعي اكتر من مرة طيب اللي بيحصل بالظبط ان انا بتشيك هنا في اول مرة اللي هي مرحلة الانيشاليزيشن ان انا بحط قيمة ابتدائية عندي للكاونتر بتاعي ويب 0 طيب هل ال i اقل من 50 اه ال i اقل من 50 انزل نفس الوقر وبعد ما تنفس الوقر زود لل i فيجي هنا الايباب 1 هل ال i اقل من 50 او انزل نفس الوقر وبعد كده زود دي خدت بالك من كلمة زود دي يعني خدت بالك وركز بحاجة دي شوية ان انا خدت بالك ان انا هنا نزلت الاول نفس ده بعد كده رح تطلع مزود ده ما زودتش ده او بقى كده رح تمنفذ منافس ده ده مهم جدا جدا ليك عشان دي بقى عارف بزبط الكون و رايح فين بالزبط يعني طيب تعالى بقى نفكنا من الحاجات اللي عبتها دي تعالى نقفه ده هنا كده تعالى بتاعنا يعني انا لو عايز اعرف مثلا 20 student هل هقول كده وقرر ده 20 مرة استحالى كالوجيك مش منطقي خالص طبعا ده انا عمل مش منطقي خالص مش كده طيب طب انا ممكن احطوهم في رايح انت ممكن تقولي هنا كده انا ممكن اعمل كده اقول هنا مثلا كده واسميه student مثلا مثلا بـ equal new student 20 مثلا طب ده كده syntax array مالك شدعو بي دلوقتي هنتكلم فيه بتفصيل مهم بس انا كده اللي عملت هنا ايه قلت الوقت انا عندي 20 مكان من student حطيلي فيهم ايه objects لا مش objects حطيلي فيهم references ودي حتى مهمة جدا 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 فخصينا كده integral x of مثلا بـ equal new integer 10 فخصينا ايه اللي حصل احطو رايح حجز مكان في الميموري المسميه x وحطت فيه عشر اماكن او حجزت فيه عشر اماكن باديو وورا بعضه طبعا كلهم من نوع ايه بضبط كلهم من نوع فهنا هنا اللي حصل حاجة زي عشرين مكان في الميموري لريفرنسيز مش لي لأوبجيتس حاجة لريفرنسيز مش لأوبجيتس من نوع ايه من نوع ستودينت فهنا الريع عندي بقى من نوع ستودينت في عشرين حاجة فاني او عشرين مكان فانت هنا لو جيت حاولت مثلا قلت لي هنا كده ستودينت او الريمنت رقم زيرا او اندكس رقم زيرا مثلا .get gpa مثلا هنا كده هسيب دي دلوقتي مش عايزة وراح تجاي عمالة شايف الايرور ده مش هقولك علي اسمه exception بس هقولك اللي حالي اسمه نل pointer exception هو من اسمه هنفح ال paint كده ده الميموري عندي او هتبقى الريع الريع فيه عشرين مكان فاضي في الميموري او عشرين مكان فاضي فيه من اول زيرو لحد 19 كل مكان هحط فيه حاجة اسمه كده لحد رفرنس رفرنس لحد هذه اللحظة الريفرنس دي كلها بتشارع ليه؟ بالضبط بشارع عمله فاكر لما تكلمنا كده جدنا في الفيديو اللي قابل اللي فاتت او اللي فاتت اكلمنا عن حاجة اسمها مرحلة ومرحلة مرحلة 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 دلوقتي ان انا عرفت وحطيت مرحلة 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 بقى ان انا اقول ان كل من دولة بيساوي او بيساوي او 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 احط له قيمة اعمله انشاء طب ده يتم ازاي؟ بحاجة بسطة جدا كل اللي هعمله اقول ان هنا كده شوف احنا الوقت بنتكلم عن والحاجات دي كلها باستخدام معشان انت مستعب الموضوع اكتر هنا اقول مثلا او او اي هنا كده لما اقول بقى السطر ده كده احط بعض الفول لوق هنا بيه حاجة غلط انا اكتشوفها دلوقتي او اقل او سوري 20 هنا كده بقى لو انا عايز اقول مثلا او لو انا قولت كده بقى لك من حاجة ان انا الرفرنس ازا عندي فعشان عامل لها اكسس لازم اكسس المكان بتاع الاول اللي هو جوه الاري لازم تكون اغلبك بحدة دي دوت مثلا ست جي بي ايه قولت مثلا بيساور بار ده معنى ايه؟ معنى ان العشرين اوبجيكت بتوعي الجي بي بتاعه ما هتحط في كم؟ بالزبط هتحط في اربعة فلو جيت طبعت مثلا ده هنا كده ستجربة ستجربة او 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 ايه؟ ده هنا كده بقي تشغل طيب هاخد السطر ده كده واحطه هنا كده احطه فوق ده وعمل ران عارف كلمة يعني ايه يعني ده لسه مشاورش بقى على مكان في الميموري لسه ده ماتكونش لسه لحد الوقت ورفرنس من نوع تمام وحناكلمنا في الحوار ده كتير جدا فخلي بالك ان الارول بتاع اللي اطلال لك ده اللي هو اسم النار بوينتر اسبشن ده ده اكتر ايرول ممكن تقابله في حياتك ما تكونش عارف له اصلا معنى جاب نين كل الفكرة انك ممكن تكون شغال وفيه اوبجيكت واحد بس نسيت تعمله انشالايس فيقعد يدوخك بقى ما تعرفش انت انت نسيت امتى تعمله انشالايس او هو اصلا موجود في انتن ميموري او اشتغل ازاي او جاب نين هتلاقي الموضوع انت معاك بيبوز فتسعين في المئة من الحاجات اللي بيطلع لها ايكسبشن او ايطلالها ايرول اللي هو اسم النار بوينتر اسبشن بتكون دايما انك نسيت تعرف اوبجيكت او تعمله انشالايزيشن فدي مهمة جدا 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 فرق من حتة الانشالايزيشن وحتة الانشالايزيشن يبا احنا كده اتكلمنا عن ال اووايللوب والدو وايللوب هسيبك تذكره من واحدة كل ما اتبقنا عن الكتاب هومرجانا رئيسي ولياني برده عايزك تعرف اتفاقي الوحيد الموFormation ودو وايه ممكن استخدم تاني عن التاني واشوف كل الكيس اللي تناستخدم فيها كل واحد عن التاني عشان زيما اتبقنا نأسس نفسنا صح او نحط نفسنا اساس صح طيب تعالى بقى نتكلم عن أشياء حاجة ببسيطة كده موجودة في كل اللغة البرمجة انت مثلا قلت لانك الانتجر c بيقل مثلا 5 او بيقل 4 او حاجة و قلت والله c بيقل c بلاس 4 ده معنى ايه معنى ان وقت c هتساوي 8 اللي هي c تلوقتي زائد الاربعة لو حاطتك او قلتك 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 هتطلع كما اللي انت عايزها وهكذا ادي حاجة اسمها compound operator اللي هتلاقيه في الشابتر عندك اللي هي بالضبط بتساوي plus equal 4 هي نفس الفكرة بالضبط تعالى مسلا نبص على كتاب كده اللي هي compound sorry chapter 4 compound operators compound assignment operator اللي هي الحاجات دي كده او ممكن تخليصها اللي هي بالضرب او بالاسم او بعين كده انت عايزه دولتي هناك كده ضرب دي كلها حاجات ممكن تعرف تشتغلها اللي هي بالضبط بتساوي c في 4 يبقى حاجات بتفرقك دايما عن الواحد اللي كده نفاهم coding والواحد اللي حافز كلمتين او شاب فيديوهين وبدأ يشتغل على اساس كلها لازم تكون كده مربع حاجة كمان نتكلم عنها اللي هي الانكرمانس والدكريمانس في حاجة اسمها كده وفي حاجة اسمها كده ايه اللي فرقة منهم الاتنين ده اسمه post increment وده اسمه pre increment ومن اسمهم يعني الاسم بتاعهم بيقول انا حاجة بتحصل قبل وهنا post حاجة بتحصل بعد فاكلا لما دولت هنه ان ويطبع الخمسة برضو ليه بقى طبع الخمسة لان هنا اللي بتتم عندي هي الطباعة وبعد كده الانكريمنت جاء بعد كده فالاول هيطبع وبعد كده هيعمل وصل لكده طيب لو عملت هنا كده لو عملت بلاس بلاس واي الاول هي انكريمنت بعد كده يطبع فهتطلع عندي بستة ده السهولة طبعا فيه كمان فيه مينوس ماينوس اللي هي بري وفيه الواي اللي هي برضو مينوس ماينوس اللي هي بوست فتده اختار مع المعضاء بسهولة طبعا هتقول لي ايه الصعب في كده اقول لك يعني ما فيش حاجة سهلة ما فيش حدا هيدي كده حاجة لله يعني يعني حتى اسلط الانتروفيوز اللي بتيجي هتلاقي في الانتروفيوز دائما يكون فيها اسألة من المعضاء ده ويحط يركز ضمنها حتي يشوفك فاهمها اقوائس والله فهو ممكن مسلا يترخم عليك شوية اقول لك مسلا انا عندي برية من كده اسمه سي السي ده عندي مسلا بيساوي زيل ويساوي حاجة فالص وقال لك بعد كده ان السي تبقى بيقوي اكس او واي بلاس 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 مسلا سي في اا مسلا اشرين مسلا كمان اا في اقوائس مسلا كده خمسين مسلا اربعة وامقفل السيميكون وقال لك هنا بلاش فيه خليها مسلا بلاس وهنا مسلا كده اراح اعمل كل لك كده بلاس بلاس او حط بقى ده كله كده في كوس سوري في الاخر السي هيتامل لها بلاس بلاس طيب مش علام مش مش تصده ده طيب ويقول لك ده هيطلع لي كامل فانت الاول مرة تشوف تقول لي وفي حاجة اسمها بلاس بلاس تلاتة بلاس ده مفيش حاجة اسمها كده بس الفاسطة البسيط ده كده ياللي ممكن تدخبطك وانت تتحممه على ده تعال نحلو كده خلي مسلا السي دي بعشين كمان طيب احنا الترتيب اللي عملتها بيتم ازاي خلي دياع علي اشان لا زال لم تضع فليه اول حاجة المالتلجيشن بعد كده الدجب بعد كده الضرب بعد كده السوري بعد كده الجامع اللي هو السوميشن بعد كده اللي هو فرحة ده لو مفيش اكواس الاكواس ده من بيحطug او برسدينس او برسدينس رول اعلى ولا شكده فهنا ده اللي هيتنفذ اللي هو خمسين فاربعة في كامل بمتين طيب وعشرين اللي هي السي نفسها في عشرين بربعمية ربعمية على المتين فيها الكامل فيها الاتنين طيب الاتنين دلوقتي زائد كامل زائد الواي اللي هي بكاملها اللي هي بخمسة فتفتكر والكلام ده كله هتحط في هنا هتحط في السي لو جينا عملت هنا كده سيستم نتقود سيستم ورحت الطبعة للسي وتتوقع يتبقى كامل طبعة سبعة تقول لي ازاي ده هنا اتنين زائد خمسة والواي بلاس بلاس لأ الابريشن تنفزت خلاص بعد كده بقى الواي هتتلوقعت هتزيد يعني الواي هنا بقى الواي اصلا بكامل الواي بقى خمسة خمسة زائد اتنين اللي هي الربعمية على المتين بسبعة خلصت خلاص طب لو هنا جيت بقى طبعة الواي هنا بقى هيطبع سيتم وتصلت كده هنا تطبع الصرح عمني ستطعبها شوية لو جيت بالاش برينت ويجيت عملتantiонец وهتولت له هنا كده برينتش دي الواي كده هيسا حسنا يتشتغل tou 얼마나 كده moles الضغطة ولا مش مشكلة. وهنا كده هقول الواي. اوليه مثلا كده السي بيكوال. ومسلا الواي بيكوال على دي مرضه. طيب السي بستة والواي بساعة. ايه بقى ده? يعني ايه? ده 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 اشتغل ازاي او ده تعمل ازاي? بيحطة اصعب شوية. تعالى بقى نترجم كده على مهلنا واحدة واحدة عشان تعرف الموضوع اتعملنا طريقش ازاي. السي طبعها بستة. السي طبعها بستة والواي طبعها بسبعة. السي كانت بستة والواي بسبعة. تمام? طيب. تعالى بقى. الكوب بيمشي ازاي? الكوب بيمشي ليفت وترايت. مش كده? هنا هيمشي كده 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 كده. لحد ما يوصل لمين? لحد ما يوصل للسي. مش كده اللي ايه? طيب. السي ده بقى هتسوي كم? هتسوي الواي. مش كده? طيب. الواي اللي هي سي. مفوض اللي هي عشرين في عشرين. صح اللي هي? طيب. على ربعمية او على سوري على ربعمية او اللي هي عشرين في عشرين. ربعمية على المتين. باتنين. طب اتنين زائد الواي. الوا اللي هي كام? بخمسة. دي بقت السي. مش كده? طب ليه السي هنا طب عالي بستة. فكر فيها بقى دي. دي منضم. ممكن تاخد حية كمان برضو شباهة كده. هنا مثلا كمان. ااااااااااااااام. انام خلي هناكد. مينوس ماينوس. اقلنع كده هشني وليم بس عشان. سوف بقى الموضوع بالنسبة لك هيشتغل ازاي دي دي على فكرة اسالة انتروبيوز دي بتيجي في حين الانتروبيوز هتقول لي هستخدمها في ايه او هعملها في ايه مفروض تكون فاهمها بحد كبير وفي نفس الوقت عشان لما تكتب الجوريزم كبير محترم كده فيه شغل كتير وفيه لوبس بقى وكروسس كتيرة جدا هتلاقي نفسه بتتاكل حاجات كويس او او تبقى فاهم كويس او الكون ست بتاعها طب طبعا مصدرنا الوحيد ايه بقى وحيد الكتاب حرارك هتقرى من الكتاب برحتك خالص 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 وتاخد بقى الالجزام بتزد بتاعته وتتعامل خالص وتفهم مضاق كويس جدا اخر حاجة نتكلم فيها البرميتيف تايبس تكلمنا عنها بلي كده الفيديو اللي فات او اللي قابليه بس ممكن نتكلم عنها بشغل اختصار في فترة دي كده حاجة بس انا اصدف على البرميتيف تايبس احنا اتكلمنا البرميتيف تايبس تاعتنا اللي هي الانتجر والشار والفلوت والدابل والبول والبوليان كده تمام اه اي تاني اه اه دول كلهم كده ده تايبس كده انت فاكر زمان ان كان اعمل لك السي بلاس بلاس لما كنت تقول لما كنت مسلا تقول الانتجر كده الانتجر بتاعي بيساوي اربعة بايتس لما كان الويندوز عندي او بتاعي الماشين عندي مسلا اا اربعة وستين وكان برضو الانتجر بيساوي اثنين بايتس لما كان الماشين عندي بتبقى اثنين وثلاثين او بيبقى على نفسه او بيبقى على الماشين والكصص كتيرة جدا كده ملكش انت دعوة بيه حال الكلام ده كان ميزة ولا كان عيب كل حاجه ليه مزيتها وليها عيفها بس مش هكوشها تصوص اليها قوي بس اعايز اوصلك ان الوقت الجاوا لما بتيكم تترنة على على مترنة على اساس ايه? بترنة على اساس اللي هي بترنة عليه دلوقتي مش كده? يعني تعتبر مش 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 بعد ولا حاجة يعني حاجة مش معتمدة على مترنة هي بترنة بكل يعني ايه اعيزها لو ترن بكل بدايتها على اي موجود آآ على حسب بيشتغل لزيزا ومان هي في الاخل هاتراني على هاتران. طب من اللي ما اصبحوا عن الموضوع ده اللي هو جاوب بيرشوان ماشين. طب قال لك ان جاوب بيرشوان ماشين بتعامل. كيف كده جاوب بيرشوان ماشين. دايما بتتعامل مع البريميتف. يعني ملقاش علاقة ماشين انت بتران عليها خالص هي في الاخره في الانتجر هيتخزن 4 بيئتس او في الانتجر هيتخزن 4 بيئتس. الخاركتر هيتخزن اثنان. الفروط هيتخزن مثلا اربع. او يتخزن تمانية. او يتخزن 4 بيئتس. مش عارف كم فهي سابتة بتغيرش مش على حسن ماشين بتتغير هتقول لي معلومة انها سافيت بها بايه او او ليه ليه اعط اقراها او حاس ان انا باهري في الكلام عالفاضي لا ايه الفكرة في ايه الفكرة انك دلوقتي وانت بتلكي ممكن قصبا عنك تعرف لي الاريابل ده مثلا النوع انتجر وتجي الكناب بتاعته هنا القيمة اللي ممكن يخزها الانتجر فاليو ما انت لو انت عارف ان الوقتي لو قلنا ان الجافا بتتعامل مع الانتجر فاليو فعلا جاية من تحت قوي بقى على انه اربعة باياتس مش كده اربعة باياتس يعني كم بيت يعني بالضبط يعني اتنين وتلاتين بيت اللي هي اربعة اف تمانية مش البيت ده تمانية بيت اربعة اف تمانية باتنين وتلاتين بيت مش كده طيب كل بيت بتخزن كم رقم او لها كم تخزنه اللي هو يعني فأقصى رقم ممكن يخزنه الانتجر هو الاثنين وتلاتين مش عارف الكالكيليتور او الاثنين وتلاتين الكالكيليتور ممكن تجيب الموضوع ده يعني كالكيليتور ممكن تجيبه مثلا ممكن التساندرد سانتيفيك اثنين اثنين احس واسبوية او مجرد معه خالص برغم مر اثنين برور مش عارك صراحة ممكن تجيب ولا مجيش بس غالبا هو الرقم ده كده مش عارف ده كان هو ده لا لا بس ده الارقام اللي ممكن تخزنها في اللي هو اربعة مليار ده اكتر رقم وده اكتر رقم ممكن تخزنه في الارفاليو بتاعتك مثلا عدد ده او عدد الرقم ده ايه لا يحصل يحصل طبعا الارفاليو بتاعتك انت ممكن تكون مستنو كيمة 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 تانية خالص فتطر انك تعرف على انها فلوت فانت لو مش عارف او لو مش مستوعب صح كل ديتا طيب ممكن يخزن ايه او الجابة نفسها بتشتغل ازاي في تخسيط ده طايبس اررر زي ده ممكن اعادك يومين ثلاثة مش عارف ايه الارر اصلا ممكن يكون مقالطة صغيرة جدا عشان كده دايما بقرر او بعيد دايما على حتة التأسيس ان انا بحط بيسك سيكويسة لاي لغة برمجة خلاص كل اللي جاي بعد كده الموضوع بالنسبة لها بمسيط جدا ما في شفية مشكلة فالسة بس غالبا ده كده لحد ما كويس طبعا زي ما احنا عارفين شفتر البيت اري المسال هتنزل بإذن الله بعد كده الشفتر الجاي اللي هو شفتر 5 ده تكمالا للموضوع ده هيتشرح برضه بشكل صغير جدا مش هيطول يعني وبعد كده هندخل نهاية ده بقى نقول في الجابة نفسها من اول شفتر 6 لحد نهاية الكتاب ان شاء الله رب عمين هتلاقي الموضوع احنا كلها مشت بقى بسلاسل او الموضوع يبقى الموضوع زريف شوية لان خلاص بتاخد جابة بقى بتاخد او بي مش بتاخد بيزيكس بلوغرامنج تكنيكس ايه طبعا احنا كل ده بنحضر للي كان ان شاء الله رب عمين اه تماشي اتمنى تكون الموضوع فضح اسف لو طويلت اه ما تنساشي ده اه خط بقى سكرينشوت او انا ممكن ننزله بحاجة بس حاول تخم الله قويس هيفلب معك جامد اه تمام اشي اه شكرا اه شكرا